اليوم رح نعمل مع بعض اللازانيا إذا أنتو بتحبوا المعكرونا بالبشاميل رح تحبوا هاي الوصفة كمان بحسة كتير بتشبه المعكرونا بالبشاميل إذا لأول مرة عم تشوفوا فيديوهاتي ما تنسوا اللايك والفولو تعالوا نشوف الوصفة بخصوط طريقة التحضير أول شي بلزمنا شوية زيت زيت زيتون أو نباتي حسب المتوفر عندكون رح ضيف عليها بصلتين مفرومين ناعم أنا فرمتم بالمكسر هذا أسهل شي بحسه رح نقليون شوي وبس تغير لونه رح ضيف عليها الخضار عندي جزر مبشور مع فلفل خضراء وفلفل حمراء أنا هدول بضيفهم من عندي بحسة بتعطي طعم كتير لزيزة وبس تحمصت الخضار رح ضيف عليها اللحمة هلأ الكميات بترجع لألكون فيكن تكتروا أي شي أو تنقصوا حسب الرغبة كمان أنا ما كترت زيت لأنه عندي اللحمة مدهنة وبعد ما تقلت اللحمة رح ضيف عليها ملح مع فلفل أسود وشويات سبعة بهارات كمان الكميات بترجع لألكون تقريبا كل واحدة ربع معلقة صغيرة بعد ما استويت اللحمة ضفت عليها بنادورتين مبشورين أو مفرومين فرم ناعم أو بالمكسر فيكن تقطعوه ضفت عليها معلقة كبيرة من دبس البنادورة ورح ضيف عليها ثلاث فناجين صغيرة من المي لحتى تكون قوامة سائل ورح نتركها تتعقد مع بعض شوي وبتكون عنا جاهزة تركوها مريئة ما تخلوه انه تنشف من السوائل لازم يضل فيها سوائل لتحضير البشاميل بيلزمني معلقتين كبار من الزبدة رح ندوي بالزبدة ورح ضيف عليها معلقتين كبار من اللطحين رح نحمص اللطحين مع الزبدة ورح ضيف عليها بعدها كاس ونص من الحليب ورح نحركها كتير منيح المطيبات فقط بضيف جوز طيب مع رشة ملح فيكن ضيفوا شغلات تانية انتو بتحبوها من نستمر بالتحريك ما منوقف لحتى يتقل القوام متل ما نكون شايفين بهاي الطريقة وهون بتجيبوا بايريكس او صينية اي شي عندكن رح ضيف اول طبقة من البشاميل بعدها صلصة اللحمة اللي عملناها وبعدها رح ضيف عليها اللازانيا انا ما بسلقها بحطها فوق اللحمة لانه اللحمة تركت فيها سوائل وكمان البشاميل فيها سوائل فاللازانيا رح تتشرب من هدول السوائل هيك بتكون اطيب ومنكمل كل الطبقات هيك السماكة هي بترجع لالكن وحسب رغبتكن اخر طبقة ضفت عليها جبنة جبنة موزاريلا الاشقوان المتوفر عندكن وكتروا جبنة لانه طيبتا مع الجبنة وفيكن طيفوا رشة اوريغانو كمان حسب الرغبة هادا الشي دخلت على الفرن على درجة حرارة مية شغلت الفرن من فوق ومن تحت خليتها تستوي على اقل من مهلة كمان لازم تتقدم وهي سخنة بس انا لزروفين ما بردت عندي وقت التقديم بس كانت كمان كتير لزيزة منصحكم كمان تاكلوها وهي سخنة تطلع اطيب وهي باردة كمان طيبة بس مشان الشط والمطة والجبنة وهدول القصاص واكتبوليك انتو كمان بالكومنتات كيف طريقتكن وكيف بتعملوها هلأ بقلكون سلام